مقارنة قريب من بعيد عن أحبائي الصغار أهلا وسهلا بكم اليوم سيتمحور حديثنا حول المقارنة قريب من بعيد عن لاحظوا الصورة ثم لونوا بالأسفر الخروف القريب من الذئب وبالبني الخروف البعيد عنه الإجابة أحسنتم إجاباتكم صحيحة فالخروف القريب من الذئب هو ذاك الذي يشرب ماء الغدير في حين أن الخروف البعيد عن الذئب فهو ذلك الذي يرعى الأطول الأقصر تعالوا نتعرف على الأجسام من خلال أطول أقصر عليكم تلوين الشيء الأقصر بالأزرق والأطول بالأحمر الإجابة جيد عملكم موفق يا صغاري فالأشياء تختلف في الطول إذ نجد الطويل والقصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر